عيّرهم قال أنت اليوم وفي القرن التاسع عشر وفي عصر العلم والفتوحات بتنكر التطور وبتكفروه وبتهرطقوه وهذه النظرية وسمّها محمدية هذه نظرية محمدية المسلمون قالوا بها من زمن والله قبل تقريبا عشرة أيام أقرأ في كتاب اسمه ميزان الحكمة نزلت طبعا منه يمكن أن عمرها ثمانين سنة وتارها عنت بجانية للخازني وحد يسمون الخازني ليس الخازن الخازني سوقت يتحدث عن الجاذبية ملخص الجاذبية عند نيوتن موجود عند الخازني وشككت هل يكون أيضا صحاب نيوتن يتطلع على ميزان الحكمة والذي أثار اندهاشي أن جون وليام دريبر كتابه الصراع بين علم والدين هو عالم وكيميائي ومفكر أمريكي شارك في معركة التطور في القرن التاسع عشر بتنكر التطور وبتكفروه وبتهرطقوه وهذه النظرية هو سماها محمدية هذه نظرية محمدية المسلمون قالوا بها من زمن إخوان الصفا ومسكوي والجاحظ قالوا بها بسهولة وهم يرون أن الكائنات تتطور واحتج بمن هو؟ بالخازني إذن هو اطلع على ميزان الحكمة للخازني اطلع عليه وميزان الحكمة يتحدث عن الجاذبية خلاصة المفهوم لنيوتن عن الجاذبية ذكره الخازني فالسؤال لي أول مرة هل يكون سحاق نيوتن اطلع على هذا الكتاب كما ثبت مع نيكولاس كوبرنيكوس خصوصا وبقدر أقل قال له وقال ليه والآخرين هو أنهم اطلعوا على تراث المسلمين طلعوا ولم يذكروا هذا ولم يصرحوا به وكتموه نحن ناس قدمنا الكثير بفضل الله عز وجل مش عشان الانتفاق هذا بس أنا بعكس أنا بقوله وأنا متحسر لأنني لا أرانا لأنني لا أرانا امتدادا لهؤلاء الأسلاف العظام